تقول كيف الإنسان المريض يعرف بأنه فيه حسد أو سحر أو عين أمت الله بارك الله فيك و شفاك الله و عافاك و كتب الله أجرك بالنسبة للأمراض هذه طبعا الأمراض التي تعرض لها الإنسان على نوعين أمراض عضوية و أمراض روحية الأمراض العضوية معروفة يعني أمراض اللي في البدن الأمراض الروحية مثل العين و السحر و الحسد هذه أيضا جاء ذكرها في القرآن و جاء ذكرها في السنة و الواقع يشهد بذلك و لذلك يقولون بأن الإنسان الذي يصاب بالعين العين قد تقتل الإنسان قد تقتل الإنسان لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق و العين تدخل البعير القدر و تدخل الإنسان القبر و في الحديث الآخر قال على ما أو بما يقتل أحدكم أخاه بما يقتل أحدكم أخاه لما أحد الصحابة نظر إلى صحابي و رأى من جمال جسمه و بدني قال ولا جلد مخبأ فلبط يعني سقط في الماء و أغمي عليه فالمقصود بأن العين و الحسد قد يقتل الإنسان و قد يمرض الإنسان و قد يجعله في حالة غيبوب و إغماء أو أيضا السحر نسأل الله العافية السحر طبعا هناك على نوعين العطف و الصرف الصرف أن يفرق بين الرجل و امرأته أو بين الوالد و ابنه مثلا أو بين الأخي و أخيه و العطف كذلك يجمع البغيضين يجمع البغيضين أيضا يعطفهما أو يجمع المتنافرين مثلا و هذا جاء ذكره أيضا في سنة النبي عليه الصلاة و السلام و لذلك أخت الفاضلة يعني الإنسان إذا شعر بأشياء و ذهب إلى المستشفى و قالوا ما فيه ما استطاعوا شخصون الحالة يلجأ إلى أحد الرقاط الشرعي من طلاب العلم الذين على السنة و على المنهاج السليم و الذين يريدون نفع الناس ما عندهم بدع ولا خرافات و ما عندهم يعني يعني بعض الأشياء المحرمة اللي يمارسها بعض الناس للأسف يزعمون بأنهم رقاط شرعيين و غير شرعيين يعني مثل قضية والله الجزم على الشيء أو تسمية الأشياء تسمية الأشخاص لا يذهب إلى أناس محترمين على السنة و على المنهاج الطيب و على الهدي النبوي يقرؤون عليها أو عليه و يخبرونها هذا السحر و اللعين و طبعا الإنسان بنفسه يرقي نفسه الرقية نافعة مما وقع و مما لم يقع بعد يعني الآن مثلا أذكار الصباح و المساء هذا حصا للإنسان الإنسان يرقي نفسه إذا شعر بشيء مثلا تقرأين الفاتحة على نفسك مثلا و تكررينها تقرأين القواقل الثلاث مثلا و تستمرين على هذا الحجام أيضا نافع بإذن الله جل وعلا القراءة في الماء و شربه أيضا تقرأين في ماء و إذا كان زمزم يكون أفضل و تشربينها هذا نافع بإذن الله جل وعلا ترجمة نانسي قنقر